ومشاهدين ننتقل مباشرة لهذه الكلمة التي كانت مرتقبة لخدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نتابع إخواني وأخواتي أبنائي ومناتي المواطنين والمقيمين على أرض ممكرة السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وتعلمون حفظكم الله ورعاكم ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة قورونا المستجد كفاء الله وإياكم وأجمع شرها إننا نعي في مرحلة صعبة في تاريخ العالم ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم غسوتها ومرارتها وصعوبتها مؤمنين بقول الله تعالى إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وستتحول هذه الأزمة في التاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة مع التدائد التي تمر بها البشرية إن بلادكم المعقبة السعودية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من أثارها مستعينة بالله تعالى ما لديها من الإمكانيات فتجعت عزيمتكم قوية في مواجهة الشدايد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب إنما أظهرتم من قوة وثبات وبلاء حسن ومواجهة مسرفة لهذه المرحلة الصعبة وتعاونكم التام مع أجهزة المعنية هو أحد أهم الروافد والمرتكازات تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمات أولياتها لذلك وأقد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلدم المواطن والمقيم هذه الأرض طيبة من دواء وغذاء وإنجاجات معيشية إن القطاعات العكومية كافة في مقدمتها والزارة الصحة تبدل كل ممكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم وإذا أشكر كل جهات العكومية على جهودها ونخص العاملين في المجال الصحي ولكن الذين يقدمون جهودا جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم بادرين نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة نؤكد على مواصلة العمل الجاذج في هذا الوقت الصعب ولا تتم إلا بتكاتب والتعاون بمواصلة الروح الإجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي والجاذج ما يصدر من جهات الجهات المعنية من توجهات والتعريمات والشهادات في سبيل مواجهة هذه الجائحة أيها الأخوة والأخوات بناتي وأبنائي لقد تعودتم مني على الصراحة ولذلك أبادركم بالقول إننا نمر بمرحلة صعبة ضمن ما يبرها العالم كله وأقول لكم أيضا إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة الانتشار السريع لهذه الجائحة لكنني في الوقت الذاتي أعلم إننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوقعنا عليه وعملينا بالأسباب وبذل الغالي والنفيذ المحافظة على صحة الإنسان وسلامته وتوفير كل أسباب العيش الكريمة له مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم وعلوا إحساسكم بالمسؤولية الجماعية أدم الله علينا توفيقه وسددنا كل الخير حفظ الله بلادنا وسائل البلدان العالم وحفظ الإنسانية جمعا من كل مقروه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن مشاهدين تابعنا هذا الكلمة التي كانت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فيما يتعلق بمواجهة أزمة كورونا عالميا خادم الحرمين قال بداية نعي أنها مرحلة صعبة ولكنها مرحلة وستمر وقال أن المملكة مستمرة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة بكل ما لديها من إمكانيات لمواجهة هذا الأزمة وصف هذا التجربة بالمشرفة للمملكة العربية السعودية وكذلك أكد حرصها الشديد على تأمين الغذاء والدواء سواء للمقيم أو للمواطن كذلك وتوجه بالشكر للجهات الحكومية على عملها الدؤوب لمواجهة هذه الأزمة وكذلك قال أن المرحلة ستكون أكثر صعوبة المرحلة المقبلة بالطبع فيما يتعلق بمواجهة هذه الأزمة ولكن أمل جهود الجميع وكافة الجهات المعنية لمواجهة هذا الفيروس الخطير شكرا